ونبدأ تقريرا الصحفي مع صحيفة جهان اقتصادي الايرانية حيث نشرت دراسة تضمنت الازمة التي تعاني منها ايران في الطاقة والاستهلاك المتزيد لها بشكل منحوظ حيث كشفت هذه الدراسة التي نشرتها الصحيفة ان الحكومة وضعت الخطة الخمسية لدعم ترشيد الطاقة الا انها انقضت دون ان تتحقق على ارض الواقع بل على العكس تماما والى اذاعة فاردا حيث كتبت عن انتقاد مجلس النواب الامريكي لممارسة الحكومة الايرانية ضد الاقالية البهائية بعد مصادقته على قرار اضطهاد البهائيين في ايران كما طالب مجلس الشيوخ باطلاق صراحة سبعة من رموز البهائية من السجون بعدما قامت السلطات الايرانية باعتقالهم والذين امضوا في السجن قرابة السبع سنوات وكذلك اقرار عقوبات ضد منتهكي حقوق الانسان في ايران وفي صحيفة ابرار اقتصادي حيث ذكر مرتضى بنك النائب العام للمؤسسة الرئاسية في ايران ان محاولة تحقيق نمو اقتصادي بمعدل ثمان بالمئة في البرنامج السادس للتنمية سيؤدي الى عجز في الميزانية يقدر بمئتي مليار دولار كما حث على الشفافية الاقتصادية واعتبرها من اهم عوامل تحسين الوضع الاقتصادي في ايران وفي تصريحا لاصغر جهانغير رئيس هيئات السجون الايرانية حيث ذكر موقع نادي الصحفيين الشباب التصريح الذي ادلى به على هامش براسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئات السجون ووكالة الشؤون النسائية التابعة لرئاسة الجمهورية حيث ذكر ان 46% من الاشخاص الذين يودعون للسجون سبق ان دخلوها سابقا مؤكدا على ان ذلك مؤشرا بان المجتمع لا يستطيع دعم هذه الفئة ولا حمايتها بعد اطلاق سراحهم ونختم تقريرنا الصحفي مع صحيفة اطلاعات في خبر جاء فيه ان اللواء ساجدينيا قائد القوات الامنية في مدينة طهران ذكر انه تم خلال يوم واحد فقط القبض على حوالي 3500 شخص في المدينة من المدمنين الذين يتعاطون المخدرات في الشوارع بشكل علني والذين كانوا يؤرقون المجتمع خاصة اهالي مدينة طهران وتم ايداعهم في مراكز الايواء واضاف بان المدمنين قد زادوا في السنوات الاخيرة بشكل ملفت فيما ارتفعت نسبة النساء التي يتعاطن المخدرات في الشوارع حيث تم القبض على 500 مدمنة في العاصمة طهران وذكر ايضا ان عدد المضبوطين من هذه الفئة خلال الاسبوع الماضي بلغ 2500 مدمن تم احتجازهم في مراكز رعاية اشتركوا في القناة